موسيقى السلام عليكم قبل حوالي ثلاثة أشهر اختطفت مجموعة من الجيش الحر الصحفية الأوكرانية أنهار كوتشينيفا نقلت إلى مكان ما داخل مدينة حمص يقع تحت سيطرة المعارضة تم التحقيق معها جرت مفاوضات ووساطات لكن شيئا منها لم ينجح في الإفراج عن الصحفية وما زالت محتجزة حتى الآن اتصل بين الخاطفون لإجراء مقابلة معها ومعهم لكن الظروف اللوجستية حالت دون ذلك فكان اللقاء عبر وسيلة لسكايب الميادين تفتح ملف الصحفية الأوكرانية أنهار كوتشينيفا وتسأل أين أصبح الملف وما العقد التي تعرقل سير المفاوضات في لقاء خاص وحصري مع خاطف الصحفية الأوكرانية في الجيش الحر محمد عمران أبو جندل ومستشاره السياسي أبو حسين اسمح لي قبل أن أبدأ الحوار أبو جندل أن نتابع هذا التقرير حول قضية الصحفية التقرير لزهراء ديراني ملامحها الغربية ليست وحدها من أوقعها في شرك الجيش الحر لسانها الناطق باللغة العربية جعلها للخاطفين صيدا ثمينة في التاسع من تشرين الأول من العام الماضي فقد الاتصال بأنهار كوتشينيفا الصحفية الأوكرانية المقيمة في سوريا منذ عام 2011 تولت إدارة شركة المنتدى الأردني لسياحة في موسكو وعملت في تنظيم رحلات المواطنين الروس إلى البلدان العربية في الأيام الأولى ساد الغموض مصيرها تضاربت المعلومات بعضهم قال إنها قتلت أثناء قصف عنيف شهدته حمص فيما رجح آخرون أن تكون كوتشينيفا خطفت تفاصيل عملية الخطف كشفتها مصادر في الجيش الحر إحدى مجموعاته قالت إن شقرة كوتشينيفا لفتتهم أثناء عبورها الحاجز طلبوا منها أوراقها الثبوتية فأبرزت جواز سفرها الأوكراني فما كان من المجموعة إلا أن نقلتها إلى مكان مجهول تحقيقات أولية واتصالات مع مختلف تنسيقيات الثورة كشفت للخاطفين هوية المرأة التي وقعت بين أيديهم أجهة الخاطفة اتهمت الصحفية الأوكرانية بالتجسس للنظام السوري وأكدت أنها عثرت داخل جوالها على أرقام ورسائل قصيرة تتعلق بضباط أمن سوريين مواقف كوتشينيفا الذي عاطلت من يقودون الثورة مرارا وصفتهم بالقتلة المأجورين ودفعت عن النظام السوري الذي يتعرض برأيها لمؤامرة غربية أطراف كثيرة تدخلت لإطلاق سراحها إلا أن كل الاتصالات لم تبلغ عتبة الإطمئنان عنها لكوتشينيفا طفلة واحدة وأم بيضت عينها من الحزن تحمل صورة ابنتها لعل البشيرة يحمل إليها نبأ عودتها من طريق بات مصيضة للقلم والصورة أهلا بك من جديد سيد أبو جندل أولا هل لك أن تعرف المشاهدين عليك وعلى طبيعة عملك؟ معك أبو جندل قائد ميداني في الجيل الحر طبيعة عملنا هو حماية الشعب من النظام الفاجر النظام الذي يقتل الشعب بكافة أطيافه أبو جندل كيف تمت عملية اختطاف الصحفية الأوكرانية؟ عملية اختطافها أثناء مرور رتل العسكري قادم من طرطوس متوجه إلى دمشق تم التصدي لهذا الرتل وأسر ما بداخل هذا الرتل واكتشفنا أن هناك أجنبية تتكلم باللغة العربية بطلاقة فادهشتنا فقمنا بنقلها إلى مكان آمن ولله الحمد فأخذنا الجهاز اللابتوب وأخذنا أجهزة جواله وفتشناه ولقينا أسماء ضباط ومقاطع فيديوهات وأوراق وكل شيء تثبت إدانتها بالعمالة والتجسس حتى أن الحكومة الأوكرانية اعترفت عليها أنها جاسوسة للروس لأنها لم تعلم أنها موجودة في سوريا مسبقا مع من تواصلتم حول هذه القضية في البداية تواصل معنا مكتب العسكري للأخضر إبراهيمي العقيد إسلام باشا فطلب مني فيديو على أنها موجودة لدي فقمت بتصوير لها فيديو مدة أعتقد 15 ثانية ورسلت له عبر الإيميل فبعدها قام بإعطاء سكايبي إلى السفارة الأوكرانية في هذا الوقت قمنا بالتواصل معهم ماذا قلتم للأخضر الإبراهيم؟ ما هي مطالبكم؟ مطالبنا سجناء وفدية على الذي تسببت في مقتلهم في باب عمر ما الذي يؤكد أنها تسببت في مقتل بعض عناصر الجيش الحر في باب عمر؟ صورها وهي مع العميد عصام زهير الدين وهي ترفع علامة النصر أيضا لها صور وهي ومقاطع فيديو لكن أتلفت تلقائيا أول ما قمنا بفتحة هذه الكمبيوتر وشاهدناه وعندما جئنا نسحب هذه أتلفت تلقائيا أربع مقاطع فيديو مقطعين أتلفت ومقطع واحدة وهي تصور مع الرطل العسكري إلى ما أسفرت المفاوضات مع الأخضر الإبراهيمي؟ يعني إلى ماذا توصلتم في النهاية؟ في النهاية على أساس أنه يقوم بعملية تنفيذ مطالبنا إلا أننا نتفاجئ أن إذا حدث اتفاق غدا واتفقنا على كل المتطلبات وعلى التنفيذ على أنه ينفذ مطالبنا في الغد لا يتصلوا لا يتكلموا لا ينفذوا مطالبنا هل طلبتم فيديا مالية؟ نعم تعويضات كم؟ هل ممكن أن تقدر لنا الثمن؟ طلبنا مبلغ كبير جدا يقدر بالخمسين مليون دولار وبعدها طلبنا مواد غذائية وقلنا خمسة عشرين مليون دولار مواد غذائية وخمسة عشرين مليون دولار فيديا لأهل الشهداء التي تسببت في مقتلهم ألا ترى أن المبلغ كبير جدا؟ والله على جرائمها التي ارتكبت ليست كبيرة هل توفرت للصحفية شروط محاكمة وظروف تحقيق مناسبة؟ نحن في ساحة حرب ليست لدينا محاكم وليست لدينا هيئات قضائية ألا يمكن أن تسيء هذه المحاكمات إلى صورة الجيش الحر؟ لا بالعكس أنه اقتصاص للشهداء واقتصاص لجرحانا واقتصاص لأهالينا هل تواصل معكم الروس؟ الروس في المقابل أنهم على أساس أنه يتواصلوا معنا ولكن الروس رفضوا وقالوا لنا الجانب الأوكراني أنهم الروس رفضوا في إدخال هذه المفاوضات مع أن السفارة الروسية أعلنت أنها وسوف تعمل على تحريرها مع الدبلوماسيين الأوكرانيين هل لديكم مختطفين آخرين غير الصحفية الأوكرانية؟ نعم يوجد لدينا مختطفي أسرى نحن لا نخطف نحن نأسر نحن في ساعات قتال هل يمكن الإفسار عن عوية المختطفين؟ روس العدد جنسيات غربية هل هناك عدد محدد؟ لا في الصعب أن أذكر الآن أعدادهم ما الذي يؤكد أن الصحفية الأوكرانية مازالت على قيد الحياة؟ إسرارنا على المفاوضات يؤكد بشكل كبير أننا لن نقوم بقتلها أو ثأرا لشهدائنا نشرتم فيديو على الإنترنت على اليوتيوب يظهر اعترافات للصحفية الأوكرانية بأنها هي من قتلت وأنها كانت متورطة لكن الرأي العام يتسأل ألا يمكن أن تكون هذه الاعترافات أخذت تحت التعذيب؟ هل عليها آثار تعذيب؟ كيف يتأكد رأي العام من ذلك؟ آثار خوف هل عليها آثار أي شيء يدل على أنها ما أخذ هذه منزوعة منها الاعترافات؟ لا والله بالنسبة لأسر صحفية وهي فتاة ليست صحفية هذه عميلة واعترفت الحكومة الأوكرانية بأنها عميلة تعمل لصالح الروس كيف اعترفت؟ هل عندكم شيء موثق أنها اعترفت؟ نعم اعترفت الحكومة الأوكرانية قالت لنا بالحرف الواحد منظمة أسول تقول لنا الوزارة الخارجية الأوكرانية سألت السفارة السورية في أوكرانيا ولم يجيبوا على سؤالنا وسألنا الروس على أسئلة ولم يجيبوا فكانوا يماطلون في هذا الكلام أيضا أننا بحثنا على أنها صحفية وأنكم بثيتم بطاقة أنا بريس حقية الصحافة فقالوا تواصلنا مع هذه الوسائل الإعلام أنا بريس فأكدت أنها لا تعمل معهم لم يكن يعلموا أنها موجودة في سوريا بالنسبة للجيش السوري ألم يتدخل عسكريا لإنقاذ الصحفية؟ تدخلت قوات روسية خاصة كما عرض في المقطع المسرب ضابط مخابرات روسي اسمها فزك كوران قائد القوات الخاصة الروسية في سوريا هذا الذي كان يقف أمام الكاميرا ويقول الحمد لله ويتكلم بروسي ويستجوب عناصر النظام ويقول متى كنتم أو كم سنة خدمتم في جيش النظام إلى مآخره هذا الشخص الذي عرضناه صورته وإن شاء الله تنتشر صوره في ساعات القادمة وهو يخرج على ظهر الدبابة ويقوم مع عناصر الدبابات بقصف المدن وتلاحظ أن الكاميرا مثبتة تثبيت على الدبابة بحيث إذا الدبابة اتجهت يمين ذهبت يمين وإذا اتجهت يسار ذهبت يسار ما هو موقف الحكومة السورية؟ هل تواصلتم مع الحكومة السورية؟ نحن لا يشرفنا أن نتواصل مع مجرمين قتله شراكاء بالذبح والإجرام ضد المدنيين وأهلنا نفضل قتلها ولا نتواصل مع النظام المجرم الخبيث الآن إلى ماذا وصلت ملف المفاوضات الآن؟ هل هناك وسطاء على الخط؟ نعم هناك دكتور في الشريعة الإسلامية ومعروف في لبنان صديق لنا هذا ونثق به ووسيط فقط ألا يمكن أن يدفع هذا الاحتجاز للصحفية أن الصحفيين لا يعودوا يترددوا إلى سوريا وتغطية أخبار المعارضة ألا تخشون من ذلك من تشويه هذه من صورة المعارضة؟ هذه أجدد وأقول هذه ليست ليست صحفية إذا كان هناك دليل واحد أنها صحفية فليأتوا به هذه ليست صحفية هذه مع فيز إيرانية فيز سورية إذا لم يستجيبوا للمطالب ماذا ستفعلون؟ فأنا مضطر إلى إعدامها أبو جندل أنت من سوريا أنت سوري الجنسية؟ نعم سوريا الجنسية نعم نعم أين تقيم الآن؟ في أي محافظة؟ في حمص كيف الوضع الميداني في مدينة حمص؟ سيء للغاية هناك مجازر كل يوم ترتكب في حمص هناك قتل هناك أحراق للجسس من قبل قوات النظامة أكثر أكثر على الأرض الجيش الحر أم الجيش السوري؟ في حمص الحمد لله نحن نحن الآن مسيطرين على كل شيء ولله الحمد الحمد لله قريبا إن شاء الله سوف يسقط النظام هناك صورة انتشرت على اليوتيوب لطفل يقتل رجلا بالسطور أخبرتني خلال حديثي معك أنه ابنك لماذا دفعته للقيام بهذا العمل؟ أليس هذا في شيء سأل لبراءة الطفولة وتعليمه على القتل منذ الصغر؟ ولو نشرت صورته وهو يشطف دماء والدته كان أفضل للعالم وعائلته لماذا دفعته هو للقتل؟ لماذا أنت تقتل متورد في القتل؟ لماذا تدرب الولد الصغير على ذلك؟ أنا لم أدربه لم أقوم بتدريبه التدريب هو من يأتي بجسس ويدربها أما هذا ضباط نظام هذا هؤلاء الذي قمنا بإعدامهم هؤلاء مرتكب بمتجرة الحولة هؤلاء العميد الفؤاد عبد الرحمن والآخر رئيس الفرع الأمن السياسي في حمص لكن هذه الصورة استخذت كثيرا الرأي العام وأظهرت الجيش الحر بأنه جيش مجرم وجيش فاشي ويقتل حط الأطفال هذا العمل أنا مسؤول عنه شخصيا لا يمثل الجيش الحر هذا العمل أنا شخصيا مسؤول عنه فقط وأنت مقتنع بذلك أبو جندل أنا مقتنع بكل هذا العمل أن تدربه طفلا صغيرا مع القتل لأن هذا قتصاص والله الطفل هذا في ذمة الله الآن قتل الطفل نعم أبو جندل من قتل من عائلتك كلهم الطفل مؤخرا كيف قتل في قصف جوي أبو حسين بما أنك مستشار أبو جندل السياسي ما موقفكم من المجلس الوطني والإئتلاف الوطني هل هو يمثلكم أول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار ونرجو من الله أن يفرج عن شعبنا المضطهد المقهور أخي موقفنا من المجلس الوطني لو سمحت لي عندنا مثل في سوريا يقول العرس في حرستة والطبل في دومة ما المقصد؟ الثورة هي العرس والطبل هو المجلس الوطني هذه المجالس والإئتلافات والسياسات هي الآن لا تمثل الثورة بشيء ولذلك أرجو أن أوجه نداع إلى الثورة في أرض المعركة أو في أرض سوريا الحبيبة كافة العسكريين منهم والمدنيين لو سمحت لي أوجه هذا النداء لهم بسم الله الرحمن الرحيم إخوة الثورة نظراً لما يدبر لهذه الثورة من مكائد ومؤامرات أطرافها داخلية ودولية واستثمار هذه الدماء الذكية لإدندات تخدم سياسات ومصالح إقليمية ودولية تصد بمصطحة هذه الإصابة وإيجاد مخرج لها من الفناء وحفظ أمن إسرائيل أناشدكم إخوة الثوار مدنيين وعسكريين أن تجتمعوا وتتوحدوا بتشكيل واحد وتتعدوا فيه عن الانتماءات والمناصب والرتب ويكون هذا التشكيل تحت مثمى الثورة السورية والثوار وتحت قيادة واحدة يا أبو حسين وقت الحلقة ضيق لا يتسأل أن ننشر بيانات في الحلقة الوقت ضيق جداً أريد أن نستغل وقت الحلقة أريد أن أسألك سؤال آخر ما موقفكم من جبهة النصرى؟ أخي جبهة النصرى هي تشكيل من تشكيلات الثورة السورية هم أكثرهم من المواطنين من السوار السوريين على الأرض وبينهم بعض الأطراف أو بعض من إخواننا العرب الذين أتوا لنجدة إخوانهم في سوريا بعد أن رأوا هذه المجازر ورأوا هذه الدماء تشكيل على أرض سوريا فكان من واجبهم أن يحبوا نجدة أهلنا وشعبنا فهذه هي جبهة النصرى فأنتم الآن في وسائل الإعلام تخوشون الناس من جبهة النصرى وتقولوا على أنها جماعة متطرفة وجماعة ممكن أن يكون لها أجندات أو انتماءات هذه جبهة النصرى لا يوجد لها أي انتماءات جبهة النصرى عند سقوط النظام أهل سوريا سيكون في سوريا والذي أتى من إخواننا العرب سيرجع إلى بلده ويعيش بين أهله وزويه هذه هي جبهة النصرى من يمولكم أبو حسين مصادر تمويلكم أين يعني البعض يقول أن هناك ثم الزوال عربية وإقليمية هي من تمولكم ما مدى دقة هذا الموضوع لا لم يقدموا لنا ولا طلقة أثبتوا من أين تأتون بالسلاح وغنائم نحن مصادرنا من الغنائم من الجيش النظام الفاجر ولم يقدم لنا أي أحد أي طلقة أو أي أموال الآن الجميع يقولون أنه تم تحل سياسي في الأفق لأنه لا الجيش الحر قادر يحسم المعركة والنظام السوري غير قادر على حسم المعركة الجميع يقول وما يتداول أن هناك حل سياسي ممكن الأمريكيين والروس يتفقون على حل سياسي ما تعليقكم؟ يا أخي لا يوجد أي حل سياسي يستطيع حل الأزمة السورية ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة الحلول السياسية أثبتت فشلها وأثبتت أن لا جدوى منها لأن الأطراف أو أكثر الممصدين عن الحلول السياسية من بعرف الخارجية ليس لهم أي صلة في الثورة والسوار الحل السياسي يأتي من داخل الثورة من مركب الثورة من أرض المعركة هم المخولون توحيدون في إبرام أي صفقة أو أي حل سياسي أثوار على الأرض هذه هي الحقيقة أخي هناك خلافات كثيرة بين الجيش الحر هناك تعدد للفصائل المرجعية ألم يؤثر ذلك كثيرا على حركة المعارضة؟ ندعو إلى وحدة الصف وندعو إلى التخلي عن المناصب وعن الرتب وعن المجالف وأن يوحدوا صفوفهم ويكونوا عسكريين ومدنيين صفا واحدا ندعو إلى وحدة الصف لكي يكون هناك عمل موحد يأتي بنتائج وطيبة على أرض المعركة الآن ضعفنا في تفرقنا الآن حالة الدائرة والاستنزاف التي نعيشها الآن هي بسبب هذه الحالة التي ذكرتها أنت أخي أبو حسين أنتم حددتم مدة زمنية كثيرة كل مرة تقولون بعد ثلاثة أشهر سيسقط النظار والنظام ما زال سنتين ولم يسقط حتى الساعة ألا يشجأ ذلك للدخول بحل سياسي لا سيما أن سوريا تدمرت وهناك تفكك للنسيج الاجتماعي في كل سوريا وتسود الطائفية والقتل وليس هناك ثمة مستفيد غير الإسرائيليين من هذا الموضوع أخي ليس هناك طائفية في سوريا وليس هناك حرب طائفية والذي دمر سوريا ليس نحن بل الذي حكم سوريا أو حكموا سوريا في الأربعين عام هم الذين دمروا سوريا وأنهكوا الشعبها وسرقوا خيراتها وقتلوا رجالها واقتصبوا حرائرها نحن لم ندمر نحن ندافع الآن عن سوريا نحن نريد سوريا موحدة نحن نريد العيش لجميع الطوائف وجميع الأقليات كما كنا نعيش في السابق نحن لسنا عشاق لماء أخي نحن لسنا عشاق قتل نحن نريد الحرية لهذا الشعب من كافة الطوائف والأقليات نريد الحرية للمسيحيين وللعلويين وللتركمان وللأكراد ولجميع الطوائف كلنا نعيش في ظل هذه البلد وهي سوريا سوريا الموحدة هذا الذي نشر إليه نحن لن نرمي البراميل على بيوت الآمنين وعلى الأطفال وعلى النساء نحن نملك الكلاشنكوف وندرأ الظلم عن أطفالنا وعلى نسائنا أبو حسين لكن المعارضة السورية قامت بكثير من التفجيرات وقتل الكثير من المدنيين على أيديهم ما ردك؟ حتى بالوجه الشرعي كناحية شرعية هل هذا يجوز؟ أعد السؤال كان هناك الكثير من العمليات التفجيرية التي سيارات مفخخة وقتل الكثير من المدنيين هل هذا مبرر شرعا؟ أولا العمليات الاستشهادية دائما في الثقنات العسكرية والحواجز فقط أما عملية النظام التفجيرية التي كانت يعملها في العراق وعملها الآن في سوريا وعند قدوم المراقبين العرب وفي حي الملعب وغيرهم من المناطق ولكن هناك عمليات قتل فيها الكثير من المدنيين في قلب دمشيو وخصوصا في حي الميدان الميدان وجرمان وكثير من هذه المناطق أما النظام أخي ليس الثورة لها علاقة أبدا ومن كان عنده دليل فليثبت ذلك ما هي نظرتكم المستقبلية لسوريا؟ إن شاء الله سيتقرر عبر صناديق الاختراع وعبر انتخابات حرة نزيها وشعبها وثوارها هم من سيقررون مستقبل سوريا ونرجو من الله يعني أن تكون كما حلمنا سوريا حرة دولة مدنية تعددية يعيش في ظلها كافة الطوائف وكافة الأقليات في يتقاسمون الحقوق والوراجبات إن شاء الله شكرا لكم أبو جندل وأبو حسين فاصل ونواصل حوار الساعة نتابع الجزء الثاني من حوار الساعة نستضيف في هذا الجزء مفتي روسيا نفع الله عشيروف وهو الوسيط في قضية المختطفة الأوكرانية أنهاركوشنيفا في سوريا لكن قبل أن نبدأ الحوار مع سماحة المفتي ننوه إلى أننا تواصلنا مع السفرتين الأوكرانية في دمشق وبيروت عدة مرات لكنهم رفضوا التعليق على الموضوع واكتفوا بالبيان الذي أصدرته الخارجية عقب اختطاف أنهاركوشنيفا أما بيان خارجية فقد عربت فيه كييف عن قلقها العميق إزاء موضع المواطنة الأوكرانية المختطفة في سوريا أنهاركوشنيفا وأكد البيان أن السلطات الأوكرانية ستقوم باتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل تحريرها على مستوى الدولة وبالتعاون مع الشركاء الدوليين وبالتنسيق مع المنظمات الاجتماعية والدينية كما حملت الخارجية الخاطفين مسؤولية أي ضغوط جسدية أو غير ذلك قد تتعرض لها أنهار ودعت أيضا السلطات السورية للعمل على تحريرها بفعلية أكبر مكتب الميادين في موسكو أجرى مقابلة مع ديمتري كوشنيف زوج الصحفية المخطوفة أنهار كوشنيفا والآن نبقى مع هذه المقابلة أهلا وسهلا بكم سيد ديمتري كوشنيف بداية أود أن أستفسر منكم ما هي آخر المعلومات التي في حوزتكم حول مصير زوجتكم أنهار هل لكم معلومات جديدة عنها؟ آخر من تحدث إلى أنهار وهي في الأسر والدتها وكان ذلك في السادس والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر أما المعلومات التي وصلتنا عنها فيما بعد فمصدرها الخاطفون أنفسهم هم يقولون أن أنهار ما زالت في قبضتهم وأنها في حالة جيدة إلا أنهم لا يمنحون فرصة للتحدث إليها مباشرة هل جرت محاولات الاتصال بكم أو بجماعات أخرى أو بجهات أخرى سواء في روسيا أوكرانيا أو في سوريا يعني بكم شخصيا هل اتصل الخاطفون؟ نعم لقد اتصلوا بي مرتين آخر مرة كانت في السادس عشر من كانون الثاني يناير من هذا العام الاتصالات كانت هاتفية وعبر سكايب وأيضا كانت هناك مراسلات بواسطة الدردشة في الإنترنت وكل ما فهمته من هذه الاتصالات والمراسلات أنهم غير راضين عن المفاوضات حول فك أسر أنهار مع السلطات الأوكرانية ويطالبون بوسطاء جدد للتفاوض حول هذه القضية ويذكرون من بين هؤلاء الوسطاء الرئيس الشيشاني رمضان قديروف وبعد حين طلبوا مني أو من والدتها التوجه بنداء إلى أمير قطر الشيخ حمد ورئيس وزراء تركيا أردوغان ورمضان قديروف أيضا كي يتدخلوا للتأثير في الموضوع أنهار غادرت إلى سوريا قبل عام ونيف قبل مغادرتها كانت تعمل في موسكو في مجال السياحة وقليلا في مجال الصحافة سوريا ولبنان والأردن كانت تلك الدول التي تعنيها في العمل السياحي إلا أن الأحداث في سوريا أضرت بالسياحة لذا قررت الذهاب إلى سوريا لمساعدة الفرق التلفزيونية الروسية التي تذهب إلى هناك لتغطية الأحداث وذلك لتقديم خدمات الترجمة والإنتاج التلفزيوني لها لأنها تجيد اللغة العربية ولها اطلاع على الثقافة العربية سيد دمتري الجماعة التي تحتجز زوجتكم تقول أن أنهار كانت تعمل لحساب المخابرات الروسية ما هو تعليقكم على هذا الاتهام؟ أعتقد أن هذه الادعاءات زائفة وعارية من الصحة لا أظن أن الاستخبارات الروسية بحاجة لخدماتها ولا أظن أن هذه الأجهزة تفتقر للكفاءات اللازمة ولا أفهم كيف يمكن الأنهار أن تساعد الاستخبارات الكل يعلم أنها كانت تعمل صحفية ومترجمة لقنوات التلفز الروسية إنها تروهات ولسيما أنها مواطنة أوكرانية طيب دمتري ما هي مطالب الخاطفين؟ بماذا يطالبون؟ ماذا يريدون؟ وما هي الجهات التي يتم الاتصال بها؟ في أحد اتصالات الخاطفين معي ذكر لي الرقم 20 مليون دولار فدية لفك أسرها ورقم 100 سجين يجب أن تطلق السلطات السورية صراحهم وعندما سألتهم هل الحكومة السورية على علم بلائحة المائتي شخص قالوا لي نعم هذه هي المطالب الوحيدة التي وصلتني وطلبوا أيضا إثارة ضجة إعلامية كبيرة حول هذا الموضوع في الإعلام الروسي والأجنبي إذن هل تلقيتم وعودا بالإفراج عن أنهار في حال تنفيذ هذه المطالب؟ بما أن الجانب الأوكراني يبقي طيال كتمان تفاصيل المفاوضات مع الخاطفين ويقول لنا أن كيف تقوم بخطوات بناءة لتحرير أنهار فأنني أفتقد معطيات أكثر الخارجية الأوكرانية تقول إنها تعمل وإن الأمور تحت السيطرة ولا شيء سوى ذلك هذا كل ما عندي أعلم أيضا أن المفتي الشيخ نفيع الله عشيروف قدم خدمة طيبة حيث شارك كمترجم في أحدى جولات المفاوضات الهاتفية مع الخاطفين وفي الوساطة التي طلب فيها هؤلاء وساطة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف من خلال رسالة بعثوا بها إليه أخيرا سيد بيتري ما هي الكلمة التي تودون أن توجهوها إلى الخاطفين ويعني هل أنتم متفائلون بالطبع آمل أن تنتهي هذه الحالة الصعبة المستمرة منذ حوالي أربعة أشهر نهاية طيبة في أقرب وقت حقيقة نحن في حالة سيئة جدا خاصة والدة أنهار التي تتألم كثيرا أما بالنسبة لهؤلاء الناس فإذا كانت لديهم فعلا مطالب سياسية فليفصحوا عنها بشكل واضح وصريح ماذا يريدون في المحصلة ومع من يريدون التفاوض والآن ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية الوسيط في هذه القضية وهو مفتي روسيا نفيع الله عشيروف سماحة المفتي من كلفك بالوساطة هل هي مبادرة شخصية منك أم من الخاطفين أم من السلطات الأوكرانية بسم الله الرحمن الرحيم أولا طبعا هذه الوساطة جاءت أبرى مكالة مع بعض الإخوة الموجودين الحاليا يعني إخوة سوريين موجودين الحاليا في لبنان هم منذ زمان أنا أعرفهم وانتصلوا معي اتصلوا بي في التليفون وطلبوا أن أخرج لسكايب وعبر سكايب تكلمنا أنه سنحاول أن نساعد في إنقاذ هذه الأخ أخت أنحار من أيدي الخاطفين وبعدين نحن تمكننا باتصال مع الأخ النقيب في جيش الحور أبو جندل الذي تكلم معي وأنا كنت أترجم كلامه لبعض الصحفيين في أوكرانيا الذين اتصلوا كمان أبرى سكايب ثم أصنع هذا التحدث نحن ترحنا لهم يعني الرجاء أن لا يسئون على هذه المخطوفة وكما تعرفون كان هناك عندهم قرار بإعظامها خلال أيام ونحن رجينا وقلنا لابد لا تستأجلون في هذا القرار بل تتركون الفرصة لوساطة أطراف المختلفة ومنهم كمان بعض الشخصيات المعروفة في عالم الإسلامي كمثلا روصاء بعض الدول أو الجمهوريات خاصة مثلا أنا كتبت الرسالة إلى فخمة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف ورجعت منه أن يتدخل في هذا الأمر لإنقاذ حياتها وبعدين تم اتصال آخر لما أيضا هذا الأخ أبو جندل النقيب جيش الحور هو أعلن أخبرني أنه لا توجد هاي إساءة تجاه هذه الأسيرة ولكنه طلب قال لابد الأقارب يستعجلون في تنفيذ مطالبهم ولكن أنا لم أتدخل ولم أسأل أي مطالب بل نقلت هذا من لغة العربية إلى اللغة الروسية إلى زوجها وإلى أمها كمان يعني أين وصلت المفاوضات سماحة المفتي نحن علمنا أنك كنت في زيارة لرئيس الشيشان قديروف أين وصلت؟ هل هو داخل في هذه القضية؟ لسيما وأننا سمعنا أن زوج أنهار قد طلب منه الخاطفون أن يتواصل أن يناشد رئيس الشيشان نعم أنا استلامت الرسالة أنا لقيته مع زوج المخطوفة زوج أنهار وتكلمت معه وهو وجه إلي الرسالة لكي أن بقدر ما ممكن أن أساعد في إنقاذها من يد الخاطفين ولذا أنا وجهت هناك رسالة إلى الرئيس الشيشان وأرسلت مساعدي حالياً هو هناك وهو تقابل مع مع عم رئيس الشيشان وعبره وصل هذه الرسالة إلى مكتب الرئيس ولكن حتى اليوم أنا ما استلامت أي جواب إن شاء الله ننتظر الجواب قريباً إذا هو يحتم بهذا الأمر تعرفون أن رئيس الشيشان هو حكم الذاتي جمهورية بحكم الذاتي أظن هناك تكون أي مشاورات مع بعض الأطراف المخصوصة سماحة المفتي لماذا طلب الخاطفون من زوج الصحفية مناشدة أمير قطر ورجب طيب أردوغان رئيس حكومة تركيا كما أنا فهمت هم يريدون أن يتدخلوا هذه الأطراف المعروفة في العالم الإسلامي لكي يعني هذا رأيي أنا أنا بالضبط لا استطيع أن أعرف إما هناك هم يريدون دية إما هم يريدون إشهار يعني الحركة المعارضة لكي عالم يتدخل في تلك المشاكل التي موجودة اليوم في سوريا كيف تقييمك للمفاوضات أين وصلت كيف ممكن أن تقييمها بشكل عام الآن هم أيضا طلبوا مني أن أنقل لزوجها لزوج أنهار لكي أم لأنهار تخرج في تلفزيون أو تستدعي هناك الصحفيين وتوجه المراجعة وتوجه النداء إلى أمير قطر وإلى رجب تاييب أردغان وإلى رئيس ششاني رمزان قديرف لكي يتدخلون فورا إذا أمكن ذلك وإذا يهتمون بذلك لهذه القضية هل تواصلت مع السلطات الأوكرانية سماحت المفتي؟ لا 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 تتواصل مع السلطات الأوكرانية زوجها ولكنه قال أنه هناك شيء مبهم هم لا يعطون له أي خبر عن تحركات من طرف السلطات الأوكرانية في هذا الوجه شيخ ما هي في النهاية العقد التي تعرق المفاوضات برأيك؟ ولماذا لم يتم الإفراج عن الصحفية وقد مكثت في الأسر أكثر من ثلاثة أو أربعة أشهر؟ ولكن كما أنا فهمت بمكالمة مع هذا الآخ أبو جندل من جيش الحر النقيب أخ أبو جندل وقالوا أنه ليست صحفية فقط بل يعني هي يعني يوجهون عليها بعض الاتهامات وما هو صحيح وما هو ليس صحيح إنسان لا يستطيع أن يعرف وفي الحقيقة كما مثلا أنا تدخلت في هذا الأمر فقط من واجه الإنسانية لإنقاذ حياة أرواح روح يعني هذه الأخت وما هي السبب اختطافي وما هو السبب يعني الصعوبات لإنقاذها من طرف سلطات أوكرانية وهي تحمل جنسية أوكرانية أنا لا أستطيع أن أقول لأنني لا أعرف كما قال زوجها أنهم لا يعطون له أي خبر يقومون بأي تحرك لإنقاذها أو لا يقومون بأي تحرك يعني شيء مبهم يعني بتقديرك هل هناك يعني أمل في الإفراج عن الصحفية أنهار نعم هل هناك أمل في الإفراج عن الصحفية أنهار أمل دائما يوجد لأن في الحقيقة هي امرأة وأيضا من واجه الإنسانية لإخوة هناك الذين خطفوها لابد يفهمون أنه يكون إساءة على وجه المسلمين إذا يكون يعني نتيجة غير سليمة وغير ناجحة من هذا الواجه لأن أسر لا يقتلون أسر لا يسيو عليهم يعني خاصة إمرأة وكما أنا نقلت أيضا كلمات أمها إليهم وهي قالت لماذا يمسكونها ولماذا لا يتركونها وعندها طفلة صغيرة ويعني ما هي إلا إمرأة صحفية يعني ليس لديها أي ذنب ولذا يعني المعارضة السورية إذا لا تريد إساءة على نفسها وتحمل يعني إساءة على عاتقها أظن لابد يتم بالسلام يعني كل هذه القضية ومشكلة في ختام الحلقة نشكرك سمحت المفتي نفيع الله عشيروف مفتي روسيا ونشكر كل من شارك معنا في هذه الحلقة أبو حسين وأبو جندل وزوج الصحفية المخطوفة أنهار كوتشنافا والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين السلام عليكم اشتركوا في القناة